السلام عليكم ورحمة الله نفى الله عن ذاته الظلم وأكد أنه لا يستوي المحسن والمسيء الأمين والخائن وأنزل قوله تعالى أفمن اتبع ربوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير تلك الآية الكريمة من الثوابت والمسلمات التي لا مجال فيها للجدال أو النقاش ولكن يا للعجب هناك من ينكر تلك الآية الكريمة ويتعجب منها هل هناك منصف يساوي بين المؤمن والكافر بل هل هناك منصف يساوي بين من سلق طريق الإيمان والخير والأعمال الصالحة ومن سلك سواه هل يستوي من اتبع محمد صلى الله عليه وسلم ومن جهد رسالته نعم للأسف الشديد هناك من يساوي بين هؤلاء وأولئك بدعوة الإنسانية والرحمة والأخوة وغيرها فهل نجاريهم فيما يقولون أم ننير لهم ضربهم ونزيل الغشاوة عن أعينهم قال الله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار فلا ينتظر من ذاك السؤال جواب وإنما هو استفهام لتقرير حقيقة مؤكدة يعلمها الجميع أفمن كان قصده رضوان الله وسلك في سبيل ذلك طريق الإيمان وسارع للأعمال الصالحة كمن باء ورجع بسخة من الله ومأواه ومستقره جهنم وساءت مرجعا ومستقرا ومصيرا جزاكم الله خيرا أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير